السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن ثوائد وثمرات ذكر الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى بذكر الله كثيرا فقال سبق المفردون قالوا يا رسول الله ما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وعن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فهذه الأحاديث تجعل المؤمن يشتهد في العمل الصالح الذي شعره ربه وأنه يكتر من ذكر الله يكون لسانه دوما رطبا بذكر الله حتى يكتب من الذاكرين فما هي الفوائد التي يجنيها الذاكر والتمرات التي ينالغ بركة ذكره هي كثيرة لا تعد ولا تحصى منها أن الذكر يورط ذكر الله عز وجل في السماء لقوله سبحانه فاذكروني أذكركم ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكثى بها فضلا وشرفا وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه أن الذكر يوجب الصلاة صلاة الله عز وجل وملائكته على الذكر فمن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ومن فوائد الدكر حضور الملائكة مجالس الدكر فربنا عز وجل خلق ملائكة وظيفتهم أنهم يحرصون على مجالسة الذاكرين ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الدكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قاعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجلحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتهم يقولون جئنا من عندي عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك فقال جل جلله وماذا يسألوني قالوا يسألونك يا رب جدتك قالوا هل رأوا جنتي قالوا لا يا رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا سيكون لكی الأكتر ذكرا وإنهم يستجرونك فقال مما يستجرونذي قالوا من دارك يا رب فيقول الله تعالى وهل رأوا داري فقالوا لا فيقول كيف ولو رأوا داري قالوا يكونون لك أكثر خشية واستجارة ثم يقولون يا ربنا وهؤلاء يستغفرونك فيقولوا قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قالوا يا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فقال رب العزة وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهذا من بركتهم على نفسهم وعلى جليسهم فلهم نصيم من قوله وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت هكذا المؤمن مبارك أينما حل وارتحل هذا الذكر أيها أحباب الكرام من واضب عليه فإنه يزيل الوحش بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فإن الغافل بينه وبين الله وحشة لا تزول إلا بذكر الله وهذا الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده يسعى بين يديه على صراط مستقيم فربنا يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره والآخر هو الغافل عن ذكر الله تعالى من قال سبحان الله وبحمده غرست له جدة أو دخلة في الجدة ثم إن العطاء والفضل الذي رتبه ربنا على الذكر لم يرتبه على غيره من الأعمال ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم المئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم هداك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم المئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومن فوائد الذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس إن الذكر أيها الأحباب الكرام ينجي من عذاب الخبر كما قال معاد رضي الله عنه ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله من ذكر الله تعالى أيضا أيها الأحباب الكرام من ثمرات هذا الذكر أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالداكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونازلت عليه مستكينة وذكرهم الله في من عنده من ثوائد هذا الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات كذلك من ثوائده وثمراته أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة وقد جاءت معناه أن العبد المطيع الداكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف والغافل المعرض عن ذكر الله تعالى إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر وحديث لعباس كان يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أيها الأحباب الكرام إن الذكرى هو من أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها فإن حركة اللسان أخف حركة الجوارح وأيسرها ولو تهرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حميمتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم هذا الذكر أيها الأحباب الكرام يرضي الرحمن عز وجل ويطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ثم إن هذا الذكر عصمة من الشيطان في من يشكو من مسي الشيطان ومن وسوسة إبليس فإن ذكر الله تعالى من تل القرآن الكريم وذكر كلام رب العالمين فإنه يحميه من الوسوسة ويشعر بمعية الله تعالى قال ربنا تبارك وتعالى وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعب بالله إنه هو السميع العليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر الكثير من الأدعية التي جاءت في القرآن منها قوله تعالى وقل رب أعود بك من غمزات الشياطين وأعود بك رب أن يحضرون أو نقول وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم فهذه مواضع كثيرة في سورة الأعراف وسورة المؤمنون وسورة الفصلة يرشد فيه المولى عز وجل إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف وبالتيه أحسن فإن هذا يصلحه ويكفيه عما هو فيه من التمرد بإذن الله تعالى حتى يصبح كأنه ولي حميم وقد أرشد المولى تبارك وتعالى إلى الاستعادة به من العدو الأصيل وهو الشيطان الرجيم لأن الشيطان لكم عدو فاتخده عدو وإنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذكر أيها الأحباب الكرام له تمرات وفوائد كثيرة إنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط والحبور ويزين الهم والغم عن القلب الذكر أيها الأحباب الكرام من تمراته أنه يجلب الرزق ويكسد ذاكرة المخامة ويزقها الحلاوة والمغضاء أن الذكر يورط المحبة التي هي روح الإسلام فمن أراد أن ينل المحبة فلينهج بذكر الله أنه يورط مراقمة الله تعالى حتى يدخله الله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه وأنه يورط الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل فمتى أكثر العبد المؤمن الرجوع إليه بذكره أورته ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاده وقبلة قلبه أن من فوائد الذكر هو سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل فإن العبد لا بد له من أن يتكلم فإذا لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها ولا سميل إلى السلام منها البتأ إلا بذكر الله أيضا ذكر الله يعلم العبد المؤمن ويؤمنه من الحسرة يوم القيامة فإن كان مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه يوم القيامة حسرة وندامة أما من دوم ذكر الرب تبارك وتعالى فهذا يجب له الأمان من نسيانه الذي هو سمب شقاء العبد في معاشه ومعاده فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يجب نسيان نفسه ومصالحها لهذا قال ربنا سبحانه وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَا فَأَنْسَاهُمُوا أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة كما قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتي فلم تذكرها ولم تعمل بها أن الدكر أيها الأحباب الكرام يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرم البعيد ويبعد القريب وإن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى رجل قال للإمام الحسن المصري يا أم سعيد أشكو إليك قسوة قلبي فقال أدبه بذكر الله هذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله تعالى دامت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار بل إن الله تعالى يباهي بالذاكرين ملائكته فعن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوي على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى قال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك قال بأني ولم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله أقل عنه حديثا مني وإن رسول الله خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدان للإسلام ومن علينا به فقال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتني جبريل فأخبرني بأن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة فهذه المباهات من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له ميزة على غيره من الأعمال لأن جميع الأعمال عندما شرعت إقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها تحصيل الذكر كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري وهذا الذكر يسهل الصعب ويسر العسير ويخفف المشاق فما ذكر اسم الله على صعب إلا هاد ولا عسير إلا تيسر ولا مشقة إلا خفت ولا شدة إلا زالت ولا قرب إلا انفرجت فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والفرج بعد الغم بل إن ذكر الله تعالى أمان من النفاق لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا كما قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا لأجل هذا ختم المولى تبارك وتعالى سورة المنافقون بالتحذير من الغفلة عن ذكر الله عز وجل مخالفة لسبيل المنافقين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقكم من قبل أن يتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل الريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان من استنار بالحول والقوة سبحان من احتجب في سبع السماوات فلا عين تراه سبحان من أدل الخلائق بالموت وأعز نفسه بالحياة سبحان من يبقى ويفنى كل شيء سواه سبحان من استخلص الحمد لنفسه وارتضاه سبحان الحي العليم سبحان الحليم الكريم سبحان الملك القدوس سبحان العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان خالق النور سبحان خالق الظلمة سبحان خالق المياه سبحان خالق السماوات سبحان خالق الأراضين سبحان خالق الرياح والنبات سبحان خالق الحياة والموت سبحان خالق الترى والقفوات سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان من هو دائم لا يسهو سبحان من هو قائم لا يلهو سبحان من هو غني لا يفتكر سبحان الله وبحمده توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اغفر للموبنين والموبنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأبوات لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وصدقا لا إله إلا الله عبودية ورقا اللهم يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طعزك يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله